ومعنا بقى في الستوديو الدكتور سامح نصر استشاري العلاقات الأسرية اللي هنتكلم معاه هو الراجل عاوز ايه من الست دكتور سامح زك يا زك ماين عمليك انت دخلة دخلة غمقة جدا اه دخلة قوي يا مرخ انت عملي يا اخبارك ايه الحمد لله الله يخليك هي المشكلة بجد يعني انا مش النهاردة مش هاجئ على الرجالة ماش خلاص هبقى محايدة لان ساعات بجد بجد وانا قليلا لما بقى صريحة قوي كده من ناحية الستات ساعات بلاقي فعلا فيه بنات بتيجي تشتكيلي وستات انا بكتشف انها في الاخر بجد هي مش عارفة هي عايزة ايه صح تبقى بتحبه وعايزة وانا عرفش ايه وتقرفه في عيشته صح لا لا دخين وانا مش هكمل معاه وانا عرفش ايه وانا كده ارجع على ايه بتجري وراه وبتصلحه وعايزة واتعايد بالدموع لو سبع فبلاقي ان مش بس الرجالة هي مش عارفة هي عايزة ايه لا ده فيه ستات كتير قوي عندها الاحتياجات متلقبطة ده اخلا في بعض فخلينا الاول ناخدها كده دول حلوين ودول حلوين اه اه عشان ما عادش يزعل مننا صح كده خلينا متفقين كل الرجالة جميلة جماعة وكل الستات جميلة لا وفيه ناس بتبقى فعلا متلقبطة ومحتارة يعني متخبطة في حياتها وعلى فكرة ده بيقزيها هي قبل ما بيقزي الطرف التاني خلينا في البداية نعرف الراجل عايز ايه من الستات راجل الطبيعي اللي هي مقييس الراجل الطبيعي اللي ما عندوش امراض نفسية لا عندهم فصام ولا فصام ولا شيزوفرينيا ولا الراجل الطبيعي ولا تجارب وحشة قبل كده ولا مش عارف ايه ولا هي جاية تدفع لفاتورة التجارب اللي في حياته اللي مش هندخل في السواد راجل الطبيعي عايز يتجوز كده وعايز يرتبط بيبقى إيه دايما مصافات الراجل أنا عايز إيه من الست بسي هقول لحضرتك هو عمدا الراجل والست الاتنين بس خلينا في الراجل الأول راجل الأول أن الراجل لا هو عايز حاجات كثيرة أول لأن ده وفقا لإيه بقى للتربية بتاعته وهو متعاود على إيه والثقافة بتاعته وهنقول مش الثقافة المجتمع المصري مثلا أو العادات والتقاليد لا للثقافة بتاعته هو شوف يبقى واحد كم متربي فين أنا هو ده لأنا عايزه خلينا نروح متربي فين وديني نموذج يعني لو واحد جاي من محافظة مثلا أرياف شوي ريفي يعني لو نكلم إنه ده ريفي وده مش عيب إحنا الثلاث أربع أهلنا من الأرياف والفلاحين فماشي فالريفي ده متعاود على إيه فلما يجي الجوزة يبقى مطلب بإيه ونروح للقاهري ونروح للجزاوي ونروح للسعيدي والإسكندراني يعني يا أصد إيه خلينا كده الحلقة دي كنتنت مختلف تمام مش هنتكلم في العموم هنتكلم في التفاصيل بوسي الراجل الصعيدي طبعا في إيه يعني هنقول غالبية الرجالة مش هنقول طبعا كلهم لأن كل قاعدة شويسة لكن غالبية الرجالة في الصعيد هتلاقيهم لأ أولا الست ما تبقاش بتشتغل تمام ممكن الريف شوي بس هتلاقي الست لا ما بتبقاش تشتغل ولو بتشتغل تشتغل حاجة ليه علاقة شوي بالحاجات اللي هي الحكومية والحاجات اللي هي ممكن تخلص ساعة 2-3 وتروح ما ينفعش تتأخر اللبس اللي هي حدود معينة الشكل اللي هي حدود معينة الخلفة دايما بتبقى سريعة تمام تعالي بقى إيه النحية التانية مثلا رجل القاهير لا هو عنده ممكن تكون إنه هي أو الاسكندراني أو الجزء اللي هو بسواحل شبهها بعض شوي شبهها القاهرة هتلاقيهم لأ ممكن عادي إنه هي بتشتغل ممكن بتتأخر في الشغل بالعكس هم اللي اتنين بيشاركوا مع بعض في مصروف البيت اللي اتنين بيحاولوا إنه هم يقدموا دعم شوية شئية مش عارف مصريف الأولاد المدرسة مش عارف إيه لكن هو بيدفع بقية لقصات والجمعية ومعرفش إيه والأعباء اللي هي بتاعة الحياة العادية ومعندوش مشكلة خالص إن هي تتأخر معندوش مشكلة في بعض مثلا اللبس أو الشكل أو حاجات كده ممكن يتفقوا على تأجيل الخلفة ودي نمازج كتير بنشوف أنا وحضرتك في الحياة هنا في القاهرة بقى كتيرة هنا في القاهرة يقولك مش لازم نخلف أول سنة أو الأول سنتين ممكن نستنى 3-4 سنين عشان نكون استقررنا جبنا كل حاجات البيت عملنا كل حاجات معين أنا تلية رأيي بس في الحتة دي تفضل ومازلت عندي رأيي أنا كإيمان تمام إن أنا ما ينفعش أبدا لن أقبل لن أقبل راجل ييجي يقولي إحنا نأجل الخلفة بمذابه لأ أنا دايما بقول وبقول للبنات وبقول اللي هي داخلة على جواز الستات دلودي مش هو اللي يقرر أنا اللي قرر دي كرامتي أنا أنا من حق أبا أم في المعادل يعجب لكن ما يجيش راجل يلزم علي أقعد سنة سنتين وتضطر تقولي آه لا باي باي يعني أصدق دي كرامة دي قرار لي علاقة بالأنوسة والأمومة أنا هتطفق معك الأيوة شو في كلمة دين أنا لسه عايز أقولها لك أنا هتطفق معك في الحتة دي السبب دي حتتي أنا لأن موضوع طبعا هنا في أبوة هنا في أمومة ما أنكرناش لتنم شاعر جميلة جدا لكله ولكن إحساس الأمومة مختلف إحساس الأمومة غير الموضوع الأب شويتين تلاتة الأمومة مختلفة فهي عايزة تبقى أم من أول يوم بقى طبعا كله طبعا إرادة ربنا يعني يعني عشان بس هم أخدينها موضة هي موضة هم أخدينها موضة وهي مش موضة عيب يا جماعة قرار لكن تختلافات هتلاقي إن هو في غالبية الرجالة بتاع القاهرة شوية لا هو إحنا ممكن نخلينا إيه قدام شوية ممكن نخلينا إن إحنا نستنى سنتين لا أعرف أنت بقى اللي هو إيه نخلص بقية الإقصاط نخلص بقية الفلوس اللي علينا لا كان لسه عايزين نجيب الكنبة بتاعة الأنتريه والليفنج لسه ما جاتش نعمل شوية حاجات نقدر إن إحنا بعدها خلصنا الجزء ده كله فنقدر إن إحنا بعدها يلا بينا إيه نبدأ إن إحنا نخلف دي اختلافات يعني طبعا ما بين الرجل بتاع ده وده لكن الرجل الريفي والصعيدي كامل احترامنا ليهم طبعا كلهم أهلينا لا هو من أول يوم ليه عايز عزوة عايز أولاد كتير عايز بحس إن أنا عايش في بيت وفي أسرة لما يبقى عندي ولدين وبنتين ومش عارف إيه وهكذا 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 ترجمة نانسي قنقر